تحية طيبة نقدمها لكم مع عزونا المتداولين مع عرض اسبوع جديد لسوق الفوريكس نواصل اليوم اتلاعكم على اهم الاحداث المترقبة في سوق الفوريكس لهذا الاسبوع بداية دعونا نتذكر اهم احداث الاسبوع الفائت ومن ثم نتحول كالعادة الى عرض ما ينتظرنا في القريب العجل استقطب المستثمرون السفينة الدوارة العالمية في الاسبوع الماضي حيث اعلنت الولايات المتحدة والصين ان يتملل دفاع عن الاسواق المحلية بتعرف متبادلة انخفض المؤشر اس بي 500 بمقدار 1.4% بما خسر معظم المكاسب التي حققها 2.1% في الاسبوع الماضي بينما ارتفع مؤشر الدولار اي سي بمقدار 0.1% لهذا الاسبوع انخفض المؤشر اس بي 500 بنسبة 2.2% في يوم الاسنين بعد ان اعلنت السين خلال ليلة وضحاها عقوبات تصل الى 25% على 106 فئات من السلع الامريكية على قيد التنفيذ في يوم الاسنين ارتفع بنسبة 1.3% في يوم السلساء ومدد مكاسبه بمقدار 1.2% في يوم الاربعاء حيث ذكرت شركة تجهيز الوظائف اي دي بي ان القطاع الخاصة قلق 241 الف وظيفة في مارس اكثر بكثير مما كان متوقعا اضاف مؤشر السوق الواسع 1% في يوم الخميس مع تهدية الاسواق بشأن امكانية التوصل الى تسوية متفاود عليها للنزاع التجاري حيث اشارت الولايات المتحدة والصين الى استعدادهما لاجراء محادثات هبط المؤشر اس بي 500 بالنسبة 2.2% في يوم الجمعة بعد ان ردت الصين بانها ستتصدى للحماية الامريكية حتى النهاية وباي ثمن بعد ان قال الرئيس سرامب مساء الخميس انه يفكر في فرض تعريفات على واردات اضافية من الصين بقيمة 100 مليار دولار تلاجع مؤشر الدولار الامريكي ICE في يومي الاربعاء والجمعة مرتفعا في الجلسات الثلاثة الاخرى في الاسبوع الماضي ارتفع المؤشر بنسبة 0.1% في يوم الاثنين مرتفعا بنسبة 0.2% في يوم السلساء يليه تراجع بنسبة 0.1% يوم الاربعاء حيث سجل معهد التوريد والتصنيع تراجع مؤشر الخدمات الى 58.8% في شهر مارس من 59.5% في الشهر السابق ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.4% في يوم الخميس لكنه انخفض بنسبة 0.4% في يوم الجمعة على نمو الوظائف بشكل اضعف ما كان متوقعا اضاف الاقتصاد الامريكي 103 الف وظيفة في مارس وهو ادنى معدل نمو شعري في الاشهر الست الماضية ستبقى التطورات في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين بعد الاعلان عن خطط فرض التعريفات الجماركية على الواردات الثنائية موضوع التركيز لهذا الاسبوع في البيانات الاقتصادية الهامة سيتم الاعلان عن بيانات التضخم للصين واليابون والولايات المتحدة بالاضافة الى محضر اجتماع السياسة النقدية لشهر مارس في يوم الاربعاء عموما هذا من نستطيع قوله فيما يتعلق بالاسبوع الجاري ختاما نتمنى لكم تجارة مربحة مع شركة IFC Markets تابت اوقاتكم و الى اللقاء تابت اوقاتكم و الى اللقاء